أحسن الله عليكم يقول بأن إمام المسجد الذي عندنا يكر الذبح للأولياء والاستغاثة بهم وإذا جاءه أحد يشتكي مرضا في نفسها وأحد أقاربه وجهه وقام بأخذ خيط وعقد فيه سبع عقد ونفث في كل عقدة وعلق الخيط على المريض فما حكم فعله وهل تجوز الصلاة خلفه أم لا لا يصح أن يجعل إماما ولا تصلوا خلفه فإن هذا من الشرك الأكبر إجازة الاستغاثة بالأموات والذبح لهم شرك أكبر وهذه العقد الفاجرة عقد خبيثة فلا تصلوا خلفه